التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وفدا من اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وذلك في اطار تفعيل وتعزيز مصارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الامن القومي تناول اللقاء مناقشة الاوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الامن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والاقليمية المحيطة والقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها باعضاء اللجنة من جانبهم اشاد اعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الامن القومي المصري وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على اعلى معدلات القدرة والجاهزية وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف امن الوطن واستقراره في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي اصفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة